ليامت وقفت عجلة الثقافة بسوريا التي لطانما كانت المنارة في العالم ومن هذه الأرض الطيبة انطلقت الحضارات لتكون شهدة على مسيرة الصمود رغم ظروف الحرب من دمشق إلى العالم كان الثقافة الدور الأبرز والحاضر في الدورة الحادية والستون لمعرض دمشق الدولي المقام على أرض مدينة المعارض واليوم بالدورة الوحدة والستين أيضا لها مشاركة خاصة لنحكي أكثر عن المشاركة بالمعرض مع مديرة جناح وزارة الثقافة ومديرة التراث الشعبي أحلام الترك يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يسعد صباحك وصباح المشاهدين بحبة عايتكم برأس سنة الهجرية اليوم واحد محرم السنة الهجرية 1441 لألكم واللي يشاهدونه ولكل السوريين وكل الدول العربية والأمة الإسلامية كل عام وأنتم بخير الله يجعلها سنة خير وسنة أمان وسلام أمين يا رب بالبداية خلينا نحكي ست أحلام عن مشاركتكم هذه السنة بالدورة الوحدة والستين يعني دور وزارة الثقافة لم يتوقف خلال الحرب واليوم بالمعارض عم نشوف وجودكم الواضح خلينا نعرف المشاهدين عن وجودكم وشو عم تقدموا بالمعرض أول شي أنا بحب أقول أنه معرض دمشق الدولي هو حدث اقتصادي وسياحي بامتياز وهو أيضا حدث اجتماعي وثقافي مهم من هالمنطلق كان لوزارة الثقافة مشاركة منذ إعادة افتتاح المعرض سنة 2017 وارتأى السيد الوزير الأستاذ محمد الأحمد وزير الثقافة على أن يقول لوزارة الثقافة جناح كبير يضم كافة مديريات ومؤسسات والهيئات العامة في وزارة طبعا لإبراز المنتج الثقافي السوري تقديمه لزائر المعرض ولا إبراز هويتنا الثقافية السورية بتضم كافة المديريات اللي عندها ما يعرض من المنتج الثقافي في مديرية الفنون الجميلة عددهم ولا عدد محهم مع اللي عم بيأدموه لا خلينا تماما نحكي شو هي أبرز الفعاليات اللي عم تقوموا فيها بالمعرض هلأ بالجناح للزائر لزائر المعرض حيشوف بدخول جناح وزارة الثقافة في مديرية الفنون الجميلة بمدخل الجناح بتعرض عشرات اللوحات والمنحوت عشرات اللوحات الفن التشكيلي والمنحوتات اللي قد اشتغلها الفنان التشكيلي والنحات السوري هي من مقتنيات مديرية الفنون الجميلة بوزارة الثقافة خلال المعارض السنوية بتقتني من فنانينا ذات مواضيع واللوحات المعروضة والمنحوتات ذات مواضيع فنية تشكيلية مختلفة باتصال مع الحركة الفنية العالمية اللي فيه يعني أساليب مختلفة مثل الإسلوب الكلاسيكي التجريدي الانطباعي هي لوحات كتير غنية والمنحوتات كتير غنية بالدلالات الفنية بتشير لثراء الحركة التشكيلية السورية وبتسهم بتنمية الزائقة الفنية عند زائر المعرض في أيضا المديرية العامة الآثار والمتاحف تعرض ما يقرب تقريبا من مئة لوحة مخرجة إخراج جميل ونقية الصورة ذات موضوع واحد هو اللقاء والآثار في ريف دمشق فقط في ريف دمشق السنة ارتقت مديرية الآثار إنه تضوي على ريف دمشق طبعا فيه الآثار يلي دمرت أثناء الحرب وتم ترميمها وفيه الآثار يلي ما طالتها يد الإرهاب فيه إلها صور كتير جميلة طبعا هي بتحفز الزائر على إنه يزور هالمناطق الأسرية ويتواصل مع ماضينا المشرق من أجل بناء حاضر يكون جميل ومشرق أيضا وللقاء الأسرية كمان هي موجودة صور موجودة لقاء في متحف الوطني بدمشق كمان محفز لأنه يزور بس يطلع على هاللقاء الجميلة من ريف دمشق الغني بآثاره حيزور زائر المعرض حيتحفز ليزور متحفنا الوطني ويشوفها اللقاء الأثرية فيه أيضا من الهيئة العامة السورية للكتاب بتعرض خمسمائة عنوان من عنوين الكتب مختلفة الاتجاهات الثقافية منها كتب أدبية بندرش طبعا تحت الأدب مجموعات قصصية مجموعات شعرية كتب نقد أدبي أيضا فيه روايات عربية فيه روايات مترجمة فيه كتب مترجمة بمختلف الجوانب الثقافية فيه منشورات طفل فيه منشورات تراسية يعني آخر عنوين مختلفة تندرج تحت عنوان عريض هو الثقافة هاي الكتب هي منشورات 2019 منشورات وزارة ثقافة 2019 والعامين الماضيين هالخمسمائة عنوان طبعا هنا مثل ما حكينا يعني بشكلوا لوحة واسعة لسراء المنتج الثقافي السوري من الكتاب هي محفز ليشتري الزائر هالكتب هي لكن ليس في الجناح وزارة الثقافة وإنما في مراكز بيع الكتب بالمراكز الثقافية بالخطر يعني هي الكتب عرضة هون يعني مفاتيح جذب للزائر للجناح المعرض وجناح وزارة الثقافة خاصة نعم والكتب هي عليها كتبنا عليها حسم مغري يعني بالشراء حرصت وزارة الثقافة على تقديم هالجانب هاد الحسومات تتصل بين 40 و60 بالمئة مثل ما حرصت على تقديم الكتاب بعناية فائقة فهناك لجنة قراءة مختصة بالوزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب تقرأ بعناية الكتب وهذا ما يجعل للكتاب تميزه كتاب منشورات وزارة الثقافة نعم أيضا نطل على مديرية المسارح والموسيقى بجناح وزارة الثقافة من خلال لوحات هي بوسترات إعلان المسرحيات التي قدمتها مديرية المسارح هذا العام وفي عامين سابقين على مسارح القطر محافظات القطر هذه البوسترات الإعلانية التي أخذ شكل اللوحات تلخص الجهد التي يكون بالمسرحية وتعرف بالمسرحية وتشير لأيضا سراء الحركة المسرحية بسوريا وهناها وبتعرف بالكوادر التي لا نعرفها مكتوب على البوستر من الفني من الإضاءة من المصور إدارة المنصة المخرج كاتب السيناريو الممثلين يعني أديش في جهد يعني جميع الحقوق محفوظة أعيب أديش في جهد من خلال هذا البوستر نتعرف نافذة على ما تقدمه مديرية المسارح والموسيقى أيضا في بعد في الشي نعم بعد في إشي كثير أكيد لسا في مديريات في مديرية ثقافة الطفل بالجناح منشوف لوحات فنية رسمتها يد أطفال سوريا هاي اللوحات هي فازت بالجائزة الأولى صحة فازت بالجائزة الأولى بمسابقات اللي أقامتها وزارة الثقافة مديرية ثقافة الطفل من درجة هالمسابقات تحت عنوين كثيرة في مسابقة على زوي الإعاقة أطفال زوي الإعاقة مسابقة على أطفال أطفال الشهداء مسابقات عديدة نتائج هالمسابقات الفائز بالجائزة الأولى انعرضت لوحاته بالجناح نوع من التحفيز للمواصلة لهالأطفال هاي إنه يبدعوا ونوع من إطلاع الجمهور على ما تقوم به الوزارة الثقافة مديرية ثقافة الطفل بخدمة الثقافة ثقافة الطفل حسرا وفي منشورات طبعا هي المسابقات بتتضمن مسابقات أدبية بالشعر والنثر والقصة والمقالة شو أنتجت هالأطفال عم ينشروا ضمن منشورات كتيبات صغيرة يعني تحفيز للأطفال موجودة هالكتيبات دلالة على إنتاج الأطفال واللوحات طبعا معروضة في أيضا مشغولات يدوية هي نتاج الأطفال ببرنامج مهارات الحياة بتتعاوم مع منظمة ليونسيف اللي بتشترك في مديرية الثقافة الطفل بالوزارة الثقافة مع منظمة ليونسيف أيضا في لوحات رسموها فنانين تشكيليين تم تدريبهم بورشة أشرفت عليها الستلوجين الأصيل الفنانة التشكيلية المعروفة برسم للأطفال منذ سلعسين عام دربت فنانين تشكيليين اللي يرسموا حصرا للأطفال فلوحاتهم موجودة أيضا بالقصة تحلام هون خلينا نحكي بنقطة والرسائل يلي عم تتوجه من قبل وزارة الثقافة بالأقسام الكتيرة يلي حضرتك حكيتيا إلى كل العالم يعني زائر أجنبي زائر من دول عربية مجاورة عم يجي يطلع على أجنحتكم عم يطرح تساؤل إنه نحنا كنا بحرب إنه نحنا بعد ثقافتنا بأوجة بعدنا عم نشتغل بعد في عنا فن وعم ندعم هذا الفن من خلال وزارتنا هيك تساؤلات نحنا كيف من من صلت الضوء عليها ومع الزوار وخاصة الأجانب من صلت الضوء عليها عبر عرضة بهال مثل ما عم بحكي هلأ عرضة بهالجناح الإضاءة عليها بهالجانب هذا من خلال جناح وزارة الثقافة والحقيقة حرصة وزارة الثقافة على تقدم المنتج الثقافي ليس للزائر السوري وأيضا للزائر العربي يعني لكل زائر بالمعرض دمشق الدولي نحنا منعرف أنه معرض دمشق الدولي بيزوره عرب بيزوره أجانب مثل ما بيزوره طبعا الزائر النسبة الأكبر هو للسوري نعم طبعا في حرص كتير خاصة أنه كمان مشاركة مميزة هالسنة نعم كمان ست أحلام عبر حياء التراث الشعبي نعم من كل المحافظات السورية نعم إضافة إلى صندوق الدنيا حكي لنا عنها نعم بالجناح بعدين بيقول بيعتباري مديرة التراث عن تميز مشاركتنا هالسنة هاي فيه المؤسس العامل للسينما أيضا تعرض عم شوف إذا عم بتذكر إذا نسيت شيء مديرية معرضة بالجناح المؤسس العامل للسينما بتعرض عبر شاشة موجودة شاشة سينمائية كبيرة موجودة بالجناح أفلام لأنتاجتها المؤسسة العامل للسينما الأفلام القصيرة وأيضا وطبعاً في الكتب منشورات المؤسسة العامة للسينما وهي منشورات غنية ومنشورات بتشير لثقافة يعني بتقدم ثقافة سينمائية كتير كبيرة اللي بيحب يتعرف على السينما يعني السينما العربية السينما الأجنبية كتب مترجمة وكتب مؤلفة نحن كمديرية تراث شعبي أنا بحب يعني بدي ضوي عليها باعتباري بشكل أوسع باتباري مديرة أيضا مدير التراث الشعبي بوزارة الثقافة في سنة أحبينا يعني نعمل جذب أكبر للجناح جذب ثقافي طبعاً فقدمت المديرية أيضاً بوسترات المهرجانات بوسترات الإعلان عن المهرجانات أيام التراثة اللي أقامتها مديرية التراث الشعبي بالتعاون مع مديريات الثقافة بمحافظات القطر كان إنه مهرجان يختص بجوانب التراثية كلها يعني يقدم الأغنية التراثية يقدم الحرفة التراثية يقدم المشغولات اليدوية التراثية يقدم الزجل يقدم مختلف جوانب وعناصر التراث الشعبي بكل المحافظات الإضاءة عليها فهي البوسترات هي بتلخص ما قامت به المديرية بالتعاون مع مديريات الثقافة بالقطر شو كان برنامج هالمهرجانات التراثة حطيناها ضمن لوحات يعني تجذب المشاهد وتعرفوا على ما قدمته الوزارة من خلال مديرية التراث لخدمة التراث بسوريا أيضا في أفلام هلأ بحكي عن صندوق الدنيا في أفلام حتعرضها الشاشة الموجودة الشاشة السينمائية الموجودة بجناح وزارة الثقافة أفلام حاولنا ننطقي فيها نعرف فيها الزائر على الحرف التقليدية السورية قديش هي مهمة وجميلة وقديش يد الصانع الحرف السوري يد مباركة وزكية بإنتاجها الحرف هاي وفي أفلام عن الأغنية الشعبية كمان الأغنية مو بس هي أغنية شعبية صوت وموسيقى هي وثيقة اجتماعية بتشير لشو صار بالماضي لأنه هي الأغاني عم بتأرجي بالكلمة باللحن بالأزياء بالدبكة عم بتأرجينا كيف كان ماضينا وكيف كوثيقة اجتماعية عم بتأرجينا هالجانب هاد عبر شكل جزاب وجميل هو الأغنية الشعبية طبعا هذا بشاشة العرض مدخل وزارة الثقافة مدخل جناح وزارة الثقافة وضعنا صندوق الدنيا صندوق الدنيا متل ما بنعرف بي يعني انقرض تقريبا ما حدا بيعرفه هلأ يعني فالأطفال كانوا مستقربين اللي يعني بيشوفوا إنه شو هاد الموجود مع التطورات والتكنولوجيا طبعا مع تطورات تكنولوجيا ولكن هو يعني عامل جذب كتير حلو وكتير حلو أنت تتطلعي على ماضيكي كيف كانت تتقدم الحكاية كيف كانت وسائل التواصل الاجتماعي كان بمسابة مادة إعلامية يعني ما كان في تلفزيونات ما كان في راديوهات فكان ممكن يبثل حكاواتي منقدر نقول إنه هو حكاواتي يلي عم بيقول حكاية صندوق الدنيا هو طبعا صندوق الدنيا مجسم خشبي زو تجويف بتعرض بداخله الصور يلي عم تحكي الحكاية بيرسمها رسام هالصور هاي توضع على لولب حديد بيتحرك من فوق بيد يعني فيه لازم يكون مساعد للحكوات مشان يحرك الصور ما بعرف إذا كان في عندكن عنا أكيد عم نشوف نحنا الصور وكل تفاصيل فعاليات المهرجان الفعاليات المعرض عم نشوف أكيد على شو فكتير حقق تواصل مع الجمهور حتى مع الكبار يعني الكبار استعادوا ذكرياتهم والأطفال كتير كان عندهم تساؤلات إن شو هات صندوق الدنيا هو نوع من أنواع الحكاية نوع من أنواع العرض المسرحي كمان لأنه اللي عم بيدير الصندوق هو فنان ومخرج مسرحي الأستاذ الفنان زهير البقاعي من وجه له تحية من وجه له تحية أكيد طبعا لبس لباس خاص يعني يمثل شي تراسي وقدم حكاية عبلاء وعنتر الحكاية المشهورة بالأداب الشعبي وبتراسنا الشعبي كل حدا تناولها أضاف عليها شيء شيء من عنده يعني نحن ست أحلام أكيد بندعي كل اللي عم بيتابعونا أنه يزوروا جناح وزارة الثقافة المتعدد بكل المديريات التابعة له بكل النشاطات اللي خلال الأعوام كان عم بيقدمها وفعلا كان له بصمة مميزة إن كان بالفعاليات بالمهرجانات يعني هي جامعة مثل خلينا نقول سوريا بكل ما معنا الكلمة بقدم جزء من هويتنا الثقافية لأنه هويتنا الثقافية كتير كبيرة فجزء من هالهوية الثقافية هو المسرح هو الفن التشكيلي هو التراث هو السينما عم نأرجي كمان واقعنا من خلالها نافذة فنحن مدعيونا أنه أكيد يزوروا الجناح وزارة الثقافة لشكرك كتير في جهد موازي أيضا ليست في جناح وزارة الثقافة جهد موازي بدار الأسد تم تقديم أنا سأقرأه لأنه البرنامج كبير مبارح كان في أول البارحة حفل الست مياد الحناوي في عرض مسرحي كيميا أخراج فنان عجاز سليم على مدى ثلاث أيام بيقدم على مسرح الدراما فعاليات كتير ستحلم أكيد فيوني شفوها بالصفحة دار الأوبرا على الفيسبوك وعلى صفحة الوزارة بيقروا الفعاليات الموازية اللي عم تقام بدار الأسد للثقافة والفنون اللي بتقدم وجه الحضاري لسوريا اللي بيليق فيها نحنا كتير بنا نتشكرك وكل شكر لجهود المبذولة من وزارة الثقافة شكرا لوجودك معنا شكرا لوجودك